موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في موجزة لاهم الاخبار وصل فخامة الاخ المشير عبد الرب منصر وصل فخامة الاخبار الذي سيرسم خطة العمل العربي المشرك في المرحلة القادمة وفي ظل قيادة المملكة ورئاستها للقمة كما سلقي فخامة رئيس كلمة بلادنا في اعمال القمة عن واقع بلدنا والتحديات التي تواجهها في ظل الحرب الانقلابية الحوثية الايرانية المستهدفة لليمن ارضا وانسانا وتهديد اشقائنا في دول التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية عبر ادوات ايران من الميليشيا الحوثية الايرانية استعرض مجلس الوزراء في شماعه في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة المؤقتة عادا برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بالمسجدات وتطورات على المستوى الداخلي والخارجي بما في ذلك الانتصارات الميدانية المستمرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات وبارك المجلس الانتصارات البطولية ضد ميليشيا الحوثي الاقلابية واخرها اعلان تحرير مدينة ميد الساحلية والتقدم الميداني المتسارع في صعد والبيضاء وتعز ومختلف جبهات القتال ناقش رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري والقائم بعمال محافظة عدن احمد سالمين الاوضاع الامنية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن واشهد رئيس الوزراء بالجهود التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية في استثباب الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود العمل على تجاوز الصعوبات العراقيل وتنفيذ النظام والقانون في جميع مرافق الدولة دون استثناء وحماية المصالح العامة والخاصة واكد دكتور بن دغر ان الحكومة ستقدم كل الدعم للاجهزة الامنية لتقوم بدورها على اكمل وجه موجها بتفعيل العمل الاستقبارات بين كافة الوحدات العسكرية والامنية وبالتنسيق مع التحارف العربي لضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق سفير بلادنا لدى جمهورية الماني للتحادية الدكتور يحيى الشعيبي الذي يزور بلادنا في مهمة خاصة وفي بداية اللقاء قدم رئيس الوزراء التعازية للدكتور الشعيبي واخوانه ولكافة افراد اسرته في وفاة شقيقه وكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي الذي انتقل الى رحمة لايثرة مرض عضال ألم به وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستحول المخصصات المالية للطلاب في المانيا خلال الاسبوع الجاري واضاف رئيس الوزراء ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي تحرص على توضيح الرؤية الشاملة للاصدقاء الالمان والاوروبيين من خلال سفارتنا في الخارج عن الاوضاع المأساوية والجرائم البشعة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية شن الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومارب وأكد مصدر عسكري ان الجيش الوطني شن هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات في أطراف قانية باتجاه موقع يسبل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية مدرية السوادية بالبيضاء التي تعتبر المركز الرئيس للميليشيا الانقلابية إلى ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيا بموقع يسبل الاستراتيجي أسفرت عن قتل وجرح بين عناصرها وتدمير دبابة وأسلحة وذخائر حققت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا في محافظة صعدة وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من السعادة السيطرة على وادي الشعب في مدرية كتاف شرقي المحافظة بعد مواجهات عنيفة مع عناصر الميليشيا الحوثية وأكدت المصادر سقوط قتل وجرح من الميليشيا جراء المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلفة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة